استثمارات إجمالية فوق 300 مليون درهم تم تخصيصها لتنفيذ برنامج تأهيل مدينة أزرو بإقليم إفران لتحسين نسيجها الحضاري وتقوية جاذبيتها ففي اجتماع بإفران تم عرض برنامج التهيئة الحضارية الشاملة والذي يهم إيادة تأهيل المدينة القديمة لأزرو وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ثم تحسين الربط الحضاري من خلال خلق الطرق ومدارات جانبية وخلق طرق مهيكلة لفك العزلة عن بعض الأحياء الهامجية هذا الشطر الأول ليرجع مدينة أزرو في حلاء جديدة تنقدم لهم دراسات لقاموا بها المختصين الخبراء لكي يمكننا انطلقوا المشاريع المبرمجة ويهدف هذا البرنامج لتطوير النسيج الحضاري لأزرو وتدائم طبعها الخاص وجاذبيتها عن طريق تجديد نتيجها الحضاري وتحسين إطار العيش بمختلف أحيائها